المغرب وفرنسا بسان كلو الواقع بالقرب من الطريق السيار الغربي على ضفة نهر السين وقد التقينا بهذا القصر الذي كان محافظه من أصدقاء الجنرال دوغول ومكتنا هنا كانت تجاذب أطراف الحديث إلى أن جنحت الشمس إلى الغروب وتحدثنا خاصة عن القضية الجزائرية ولا أزال أتذكر الرسالة التي طلب مني إبلاغها لوالدي كلمة كلمة أبلغ صاحب الجلالة بأنني على يقين أن الجزائر ستنال استقلالها حتما سؤال هل كنتم مقتنعين بأن الجنرال دوغول سيعود إلى السلطة؟ جواب بالنظر إلى الطريقة التي كانت تسير عليها فرنسا في ظل الجمهورية الرابعة كنت على يقين بأنه سيعود إلى السلطة وأن دوره لم ينتهي بعد إلا أنه لم يكن لي تصور للطريقة التي كان سيتم بها ذلك سؤال كيف كان يحلل الوضع في فرنسا أنهذاك؟ جواب لقد كان منشغلا بمصير بلده أي منشغال مفصحا عن كل ذلك بتعبير فريد يمزج بين المرارة والسخرية وكان فيهما نسيج وحده سؤال ماذا كان رأيكم في الجمهورية الرابعة؟ جواب كنت أرى أن جهازها التنفيذي لم يكن في مأمن من التقلبات ومن جهة أخرى فإن السلطة فيها لم تكن في يد الوزراء بل في يد المديرين ورؤساء الدواوين ومع مجيء الجمهورية الخامسة عادت السلطة والمسؤولية العليا إلى أصحابها الحقيقي وهذا هو الفرق الهام بين الأوضاع في الجمهوريتين الرابعة والخامسة سؤال كيف كانت العلاقات بين فرنسا والمغرب بعد عودة دوغول إلى الحكم؟ جواب لقد كانت ممتازة ما دام قائد فرنسا الحرة يتولى رئاسة بلده ورفيقه في التحرير يعتلي عرش المغرب وكنت كلما لقيته ألمح في عينيه بريقا يشيع بالعطف والاعتزاز وتبدو عليه السعادة وهو يرى نجل رفيقه في الكفاح يحفق بدايات مشرفة في مسؤوليته لقد كانت نظرته نظرة ملأها العطف والحدب علي إلا أنها لم تكن مزعجة فلم تكن تجعلني أشعر بأني في حاجة إلى حمايته وكان اهتمامه بي يبدو من خلال التفاتات غير معتادة لديه لا تراعي البروتوكول أحيانا وأتذكر في هذا الصياق واقع قد تكون للقارئ الفرنسي كما كانت بالنسبة لي مفتاحا لفهم نفسية الجنرال دوغول فخلال زيارة قمت بها وأنا لا أزال ولي للعهد إلى باريس لبحث تطور قضية الجزائر أطلعني الجنرال دوغول على رغبته في تسوية هذه القضية إلا أنه لا يريد استفزاز أحد رجاله المخلصين هو ميشيل دوبري الذي كان ممن يؤيدون بقاء تبعية الجزائر لفرنسا وخاطبني دوغول فجأة لماذا لا تتصلون بدوبري لبحث الموضوع معه فأجبته بكل سرور إلا أنه أضاف يجب أن تبقى المسألة في طي السر وأن لا تتخذ طابعا رسميا ونادى على العقيد تويا وهو عقيد من قوات الضرك كان يحظى لديه بتقدير كبير وكان يكن لنا المودة أيام منفانا حيث كان قريبا منا وخاطبه بقوله اعملوا ما في وسعكم حتى يتمكن ولي العهد من دخول قصر ماتينيون من الباب الخلفي وأن يأخذ المصعد العادي وسأتصل هاتفيا بضبري لإبلاغه رغبة الأمير في لقائه لقد كان ذلك من نوع الكذب المباح وعندما وصلت إلى ماتينيون دخلت إن لم تخني الذاكرة إلى قاعة الأكل المفروشة بالزرابي ولون جدرانها أزرق فاتح والتقيت بميشيل دوبري الذي سألني على الفور ولكن ما هو رأي الجنرال دوغول فقلت له سيادة الوزير الأول إذا كنت قد جئت في هذه الظروف للقائكم فإنني أريد أن تبقى الأمور سرية قدر الإمكان وكان علي أن أفهمه أن مجيئي إليه يخصه هو بالذات وأن الجنرال دوغول يتفادى جرح مشاعره وبعدما انتهى اللقاء وانصرفت وكأنما كان الأمر يتعلق بتواطع اتصل بي الجنرال دوغول هاتفيا وقال إني أود مقابلتكم صباح الغد لتعطوني نظرة موجزة عما ظار بينكما وأني سأصدر أمري بفتح الباب الكبير لكم وستجدونني في انتظاركم بالحديقة وكان الباب المذكور لا يفتح إلا بمناسبة الاحتفالات الرسمية وفي الغد جئت وحدي على متن سيارتي إلى القصر حوالي الساعة التاسعة أو التاسعة والنصف ولم يكن أحد على علم بلقائنا وفتح أحد أفراد الحرس الجمهوري الباب فدخلت حيث وجدت الجنرال دوغول يذرع الحديقة جيئة وذهابا وأخبرته بما ضار بيني وبين دوبري وبعد إصغائه إلي قال أعتقد أن الأمور قد تسير على ما يرام سؤال ما هي التحفظات التي كانت لميشيل دوبري؟ جواب لم يكن لميشيل دوبري أي تحفظ أو معارض على شيء يريد الجنرال دوغول القيام به لقد كان إخلاصه فريدا من نوعه كما كان كل منهما متمسكا بالآخر وعلى عكس ما قد يقال أو يتبادر للأذهان فإن دوغول لم يكن فقط يستعين بدوبري ويوظفه في خدمة فرنسا فقط بل كان أيضا يكن له المحبة والتقدير إلا أن طريقة الحوار بينهما كانت تشبه طريقة حوار لباغنسيا وربما أكون قد نجحت في فتح حوار إيجابي بينهما وفي اعتقادي أن هذه الواقع تعتبر من الأهمية بمكان لفهم شخصية دوغول الذي كان يحرص على عدم جرح شعور وزيره الأول بالرغم من عنه مسبقا أنه لن يعارضه في أمر سؤال كيف تقبل الجنرال دوغول اعتلاءكم العرش سنة 1961؟ جواب عند وفاة والدي كانت بعض القوات الفرنسية ما زالت مرابطة بالمغرب وقد أوفد إلي الجنرال دوغول مبعوثه السيد بارودي الذي كان في نفس الوقت سفيرا ومقاوما كبيرا وحمله الرسالة التالية أبلغ الملك أنه رغبة في تسهيل مهمته وتأكيدا لحسل نية فرنسا وبدلا من اتباع الجدول الزمنية المحدد من طرف الحكومتين السابقتين فإنني سأعمل على أن تسير الأمور بسرعة وتنسحب كل القوات الفرنسية من المملكة في غضون شهر فتلك هي الهدية التي أقدمها لجلالة الملك بمناسبة اعتلائه العرش وبعد ذلك قررنا أن نلتقي في سرية تامة وقبل يومين من موعد لقائنا قام بتعيين جورج بومبيدو وزيرا أول وقد حللت بفيلة كوبلاي ليلا على متن الطائرة ثم توجهت إلى قصر شان وفي الصباح التقين سرا ببلدية برساي وكان الغداء بقصر شان وهو قصر يذكرني بالعديد من الذكريات خاصة وأن والدي كان قد قدى به فترة نقاها سنة 1939 وقد تحدثنا طويلا وعدت مساء نفس اليوم إلى المغرب سؤال هل أطلعكم على مشاريعه بخصوص الجزائر؟ الجواب أبدا أولا لأنه كان إنسانا متحفظا للغاية ثم إنه كان يضع القضايا الوطنية في ترتيبه للأمور فوق كل اعتبار ومهما تكون العلاقة التي قد تربطه برئيس دولة فإنه ما كان ليفضي له بالمشاريع المتعلقة بالقضية الجزائرية إلا بعد التداول فيها مع الجهات المعنية في الجزائر ذلك أن حرصه على كرامة فرنسا ما كان ليسمح له بذلك بتاتا سؤال متى التقيتم به لآخر مرة؟ جواب كان ذلك سنة 1963 عندما ودعته في ختام أول زيارة رسمية قمت بها إلى فرنسا سؤال ألم تتجدت العلاقات بينكم بعد قضية بن بركة؟ جواب أبدا سؤال هل تأسفتم للتراجع الذي شهدته هذه العلاقة الوثيقة بعد قضية بن بركة؟ جواب لقد كان ذلك بمثابة عائق حقيقي للمغرب وفيما يخصني كملك حديث العهد بالملك فإني شعرت بأن عدم معاشرته سيحرمني كثيرا مما قد أحتاجه في حياة المهنية سؤال هل عز عليكم فرقه؟ جواب نعم بكل تأكيد سؤال هل سبق أن قلتم مع نفسكم أحيانا لو أني تمكنتم من لقائه لتطرقت معه إلى هذا الموضوع أو ذاك؟ جواب أجل وخاصة الحديث عن إفريقيا وقد سبق له في هذا الصدد أن ألقى خطابا ممتازا خلال حفل عشاء أقيم بالإليزيه بمناسبة زيارة رسمية وأتذكر أني زرت مدينة بوردو في اليوم السابق لذلك رفقة وزير الدولة في الحكومة الذي كلفه الجنرال دوغول بمرافقة حيث كانت كلية الحقوق ترغب في منح دكتوراه فخرية ولدى عودتنا بالطائرة إلى باريس لحضور مأدبة العشاء قدم إلي الوزير سيرا على العادة المتبعة في فرنسا نص الخطاب الذي كان سيلقيه الجنرال دوغول بالمناسبة وقال لي هذا هو نص الخطاب وبإمكانكم أن تقترحوا تغيير ما ترونه منه إن شئتم إلا أنني لم أقترح أي تغيير وقد قال للوزير إنني أعتقد أن الجنرال لن يقرأ الخطاب كما هو وعندما كنا بالإليزي سلمت نصخة من خطاب الجنرال دوغول إلى ابن عمي مولاي علي قائلا له ضعها على ركبتيك وحاول أن تتابع معه لقد أبان دوغول عن ذاكرة قوية حيث كان يتوقف عند النقط ويراعي كل فاصلة ويعطي الانطباع بأنه يبحث عن العبارات لقد كان خطابا من ثلاث صفحات كتب بأسلوب بديع وألقي بطريقة بليغة وعقب ذلك قمت وارتجلت خطابا حرست على أن يكون خطابا سليما ما أمكن وبعد العشاء انحن علي الجنرال دوغول وهمس في أذني ليس من السهل التحدث قبلكم يا صاحب الجلالة فأجبته إن الارتجال أصعب بعدكم يا حضرة الجنرال وتبادلنا النظرات وصافحني وكأنما قال كل منا للآخر أحسنتم التعبير والرت وخلال مأدبة العشاء هاته حلل الجنرال دوغول في خطابه تحليلا جيو سياسيا العلاقات بين فرنسا وإسبانيا والمغرب وأشار إلا أن البلدان الثلاثة محظوظة لوجودها على ضفتي المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط وقلت في خطاب ربدا عليه سأحاول الاستفادة من مضمون خطابكم ونصائحكم وسأتوقف بمدريد وأنا في طريق العودة إلى بلدي وبالفعل توقفت في طريق العودة بمطار مدريد حيث وجدت في انتظار الجنرال فرانكو وتحدثنا معا لمدة أربع ساعات سؤال كيف كان فرانكو؟ جواب لبقا للغاية كعادته ولكنه متصلب سؤال متى عادت العلاقات بين فرنسا والمغرب إلى طبيعتها؟ جواب بعد وفاة الجنرال دوغول ومجيء بومبيدو سؤال هل سبق أن التقيتم بهذا الأخير قبل توليه الرئاسة؟ جواب بالفعل إلا أن أول لقاء به خلف لدي انطباعا سيئا للغاية وكان هذا اللقاء أيضا بطلب من الجنرال دوغول عندما كان بومبيدو مديرا لديوانه وتم اللقاء بمنزل كارمين تيسيي والوالي دوبوا الكائن بزنقة أكاسيسا وذلك في وقت كان فيه الاهتمام منصبا على السبل الكفيلة بوضع حد لحرب الجزائر حين كان الجنرال دوغول قد بدأ يجمع أكبر عدد من المؤيدين لموقفه وقد وجدت بومبيدو رجلا عنيدا أنهى حديثه معي بقوله أيها الأمير إن حرب الجزائر بالنسبة لنا يمكنها أن تستمر طويلا فهي مفيدة جدا لصناعتنا فلم يسبق أن صنعنا من المعدات الحربية أكثر مما نصنعه الآن كما أن معامل النسيج تشتغل ليل نهار لتوفير الألبس العسكرية والمختبرات الصيدرية التي توفر للجرحة الأدوية والضماضات تعرف هي الأخرى صدهارا إن هذه الوضعية يمكنها أن تستمر ولقد صدمت كثيرا لهذه التصريحات وأحسست أنه لا فائدة من مواصلة الحديث معه سؤال متى التقيتم به ثاني مرة؟ جواب عندما ذهبت للترحم على قبر الجنرال دوغول بكولومبي فدعاني إلى عشاء خاص بقصر الإليزي وكان صديق القديم شابون دلماس يتقلد أنذاك مرصب الوزير الأول فتوجهنا معا إلى فيلا كان يملكها بضواحي باريس حيث تناولنا وجبة الغداء وتحدثنا حول مختلف القضايا وفي المساء لقيت بومبيضو بقصر الإليزي لثاني مرة في حياتي وفي هذه المناسبة اكتشفت وجهه الآخر لقد كان متقفا ولطيفا وذا حديث شيق كان زاخرا بالذكريات يفيد حكما وأمثالا حقا إن الوظيفة تغير الإنسان سؤال هل بحثثما مستقبل العلاقات الفرنسية المغربية؟ جواب نعم وقد أفصح لي عن رغبته في وضع هذه العلاقات في الطريق الصحيح ثم التفت إلى شابون دلماس الذي كان بجانبنا وأضاف وعلى أي حال لن نجد صعوب في إعطاء انطلاقة جديدة للأمور لأن وزيري الأول هو أحد أقدم أصدقائكم وبالفعل كنت قد تعرفت على شابون سنة 1945 خلال أول زيارة قام بها والدي إلى فرنسا بعد التحرير وسافرنا على متن السفينة الطراظة لاغلواغ التي رست بميناء بوردو سؤال ولكن إعطاء انطلاقة جديدة للعلاقة الفرنسية المغربية يتعني أيضا إيجاد تسوية للمشكل المترطب عن دور أفقير في قضية بن بركة جواب لم يكن ذلك يمثل مشكلا لأنه لم يصدر إلى اليوم أي قرار قضائي ولا أي ذليل إثبات سواء بإدانته أو تبرئته إلا أن هناك واقع بدت لي غريبة بعض الشيء ففي الواحد والثلاثون من يوليو تمو سنة 1972 حضرت بباريس حفل عشاء مع الرئيس بومبيدو الذي كان قد عاد من زيارة لأرمانيا وبعد أيام وكنت لا أزال بباريس مقيما بفندق كارون اتصل برئيس الفرنسي هاتفيا وقال لي أود لو تخصون الوزير الأول بيار ميسمير بمقابلتكم فهل تسمحون بذلك؟ وأجبته الأفضل أن يتناول الغداء معي وقال لي بيار ميسمير لدى استقبالي له إن لي خبرا صارا أود أن أزفه إليكم إننا عثرنا في الأرشيف على مرسوم يخول رئيس الجمهورية الفرنسية إصدار العفو عن كل شخص وإن كان غير فرنسي يكون قد قدم لبلادنا خدمات جليلة وسألته باستغراب وفيما يهمني هذا فأجاب إن الأمر يتعلق بأفقير فقد سبق له أن قدم خدمات جليلة في صفوف الجيش الفرنسي فهو الذي كان يحمل العلم الفرنسي عندما دخلت قواتنا روما ولذا فإني سعيد لأن أخبركم بأننا سؤال وماذا كان رد فعلكم؟ جواب أجبته إذا ارتأيتم العفو عنه فذلك سيريح الجميع وماذا تنتظرون أن يكون ردي ومما أطار استغرابي هو قيام أفقير بعد ثلاثة أسابيع بإصدار أوامره لإسقاط الطائرة التي كانت تقلني الشيء الذي سبب للعديد من المشاكل فيما بعد سؤال وجعلكم تطرحون العديد من التساؤلات؟ جواب أجل سؤال هل بقيت العلاقات بين المغرب وفرنسا في حالة ركود تام من طوال عهد دوغول؟ جواب تماما سؤال ألم تستقبلوا طوال تلك الفترة ولو بصفة شبه رسمية مسؤولين فرنسيين؟ جواب أبدا فذلك أمر ما كنت لأسمح به لنفسي ولا ليسمح به الجنرال دوغول فبالنسبة له لم يكن يلجأ إلا للقناة الرسمية أو السرية وشريطة موافقته على ذلك سؤال كيف عشتم سياسيا واقتصاديا تلك الفترة؟ جواب إلى حدود سنة 1968 لم يكن لأي من البلدين سفير لدى الآخر وبعد ذلك لم يعد المغرب يتلقى المساعدة المالية من فرنسا والتي كانت تمنح بمقتد اتفاق من البنك المركزي الفرنسي إلى نظيره المغربي وكان الأمر يتعلق أنذاك بدعم مهم للغاية وعلى سبيل المقارنة فإن فرنسا تركت للدورة الجزائرية بعد انسحابها من الجزائر 300 مليار فرنك فرنسي ومع ذلك فقد مكنتنا هذه الوضعية من بلورة ردود فعل مناسبة فعندما أردنا بناء أول سد نشرنا طلب عروض دولية وتقدمت شركتان فرنسيتان بعرض أقل تكلفة بينما احتلت شركة ألمانية المركز الثالث بعرض تفوق قيمته العرض الفرنسي بحوالي مليارين من السنتيمات وقد عقدت مجلسا للوزراء وخاطبتهم بقولي هل تريدون أيها السادة شراء استقلالكم الاقتصادي إن ذلك سيكلفكم مليارين من السنتيمات فالعروض الفرنسية هي التي تتضمن أقل تكلفة وأعتقد أن الأمر يتطلب منكم التفكير مليا فرد الوزراء بالإجماع لا ينبغي إنجاز هذا المشروع من قبل شركات فرنسية فكان ذلك في رأيي من الإنعكاسات الإيجابية لتلك الوضعية التي كانت عليها العلاقة الفرنسية المغربية سؤال هل كنتم تعتقدون أن تلك القطيعة ستطول؟ جواب الواقع أننا قمنا بما يطلق عليه أطباء أمراض القلب الدورة الدموية الجانبية ففي هذه الطريقة التي تستعمل لنقل الدم للمصابين بالسداد يتم تقريبا تعويض الوريد الرئيسي المسدود بالأوردة الثانوية في تيسير جريان الدم وهذا بالضبط ما قمنا به بالنسبة للتعاون الفرنسي المغربي فقد أولى كل طرف اهتماما بهذا التعاون حتى لا تنفص ما عراه في الميدان التقني وفي مجالي التربية والتجهيز فبالرغم من أننا لم نصرح بها فإن هذه الروابط الجانبية كانت فعالة للغاية